المطاومة الجزائرية في مدينة شرشال ضد الاستعمال الفرنسي من 1830 إلى 1837 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات شرشال والمدية عرفت شرشال عدم الاستقرار نتيجة تغيير السلطة فبعد اختفاء السلطة العثمانية كان على السكان أن يلتف حول قيادة تنظمهم وتحميهم وقد حدث هذا في مختلف أنحاء القط ولم يكن خاصا بها كان السكانها سنة 1830 ميلادي حوالي 3000 نسمة وفيها حوالي 400 منزل وحوالي 200 دكان وبين أهلها حرافيون من كل نوى وفيها عائلات محترمة بين السكان خصوصا العائلات الدينية ومنها عائلة الباكتاني والغبريني وابن عودة إلى آخره وقد اجتمع عيان البلدة واتفقوا على تعيين الشيخ محمد بن عيسى الباكتاني طايدا عليهم وتانى الباكتاني من عائلة عريطة ستنة شرشال وبني مناصر وبني بوصالح ولها صيد في الناحية كلها وتانى الباكتاني رجل حرب ولكنه تانى عندئذ منطعا للعبادة بعيدا عن العالم الخارجي ولنلاحظ عابرا أن هذا النموذج من القيادات الشعبية سيتطرر في القطرة له طابل الباكتاني هذه المسئولية الثاقيلة وتلقب بلقب القايد وتانى عليها أن يواجه خطر الفرنسيين وعملاهم وأن يحمي المطاومة في الريف وأن يربط علاقات مع القيادات الجديدة خصوصا الحاج محي الدين مراب تطليع الذي تولى وظيفة آغة العرب للفرنسيين ثم تنحى عنه والتحط بالأمير في مليانا وتانى الباكتاني صديقا للحاج محي الدين وعيلة ابن مبارك عموما وتربطهما علاقات الدين والمصاهرة وها هي الآن علاقة جديدة تظهر وهي علاقة الجهات ضد العدو المشترط وبعد حوالي ثلاث سنوات في قيادة شرشال التحط الباكتاني بالأمير عن طريق صديقه الحاج محي الدين وترتمتانه للشيخ محمد السعدي بن عودة الذي قبله أهل شرشال طايدا عليهم وتانى الباكتاني متصلا بزعامة متيجة ويحرضهم على جمع الشمل وترصي المجاهدين لمحاربة العدو وطع ذلك عندما اتصل سنة 1833-1834 ميلادي في البليدة بالحاج موسى الدجاوي وطلب منه إثارة عرب الصحراء وبعد انضمامه للأمير أصبح الباكتاني عضاده الأيمن وجاء معه بمحاربين شجعا من شرشال ومن بني مناصر وحجوت وغيرهم وقد حارب مع الأمير في معارض عديدة وتولى له خلافة المدية منذ 1837 ميلادي وحارب معه ضد خصمه الحاج موسى الدجاوي بو حمار وقد استشهد الباكتاني مجاهدا في معاة تزمالا مشهورة سنة 1843 ميلادي إلى جانب خليفة الأمير محمد بن علال ويذهب السيد جان الذي وصف حياة شرشال الأولى إلى أن الباكتاني عزله الناس سنة 1833 ميلادي فاستظهر للفرنسيين بوثيط مزورة على أن أهلها يؤيدونه طائدا عليهم فأرسل الحاتم العمدين لمن يحقق في الأنف جاءه تطرير يخالف ما زعمه الباكتاني وبقي الفرنسيون على علاقة مع القائد الجديد وابن عود هذا هو الذي سيعزله الأمير ويلحط شرشال بخلافة مليانا ويخبر هذا شاندان الذي طالما حرب ضد الباكتاني أنه كان من أفضل خلفاء الأمير وأنه حارب الفرنسيين بعد طرده من المدية سنة 1837 ميلادي حربا لا هواد فيها إلا وفاته ظل أم شرشال متأرجحا بين الاستقلال وضغط الفرنسيين وضغط الأمير وبعد معاهدة ديميشال 1834 ميلادي والانتصار على الدجاوي والدخول الأمير المدية أصبح وضع شرشال مختلفا فقد بلغت سمعة الأمير أذان الخاص والعام وانضم إليه أهل حجوت وبن مناصر وغيرهم من رياف الناحية فتكاثر بهم جيش الأمير وخاضوا حروبا ضد تقدم الفرنسيين نحو قليعة وشرشال وجاءت الرسائل من خليفة الأمير في مليانا محمد بن علال وهو ابن الآخ الحاج محيدين بن مبار زاوية قليعة إلى الشيخ محمد السعيد بن عودة قائد شرشال تطلب منه الدخول في طاعة الأمير صراحة ودفع الضريبة له وخصوصا وأن الأمير جعل شرشالا تابع لخليفته في مليانا منذ 1835 ميلادي وتانى الشيخ ابن عودة يعد بذايته ولاتنه تانى يخشى الفرنسيين وظل العم تذايته إلى أن حل الأمير شخصيا بمليانا سنة 1836 ميلادي فلم يسع ابن عودة إلا إرسال وفد للأمير وإعلان الطعاله وجاء الخليفة ابن علالي لشرشال بنفسه وحطط في أمور الإدارة وأطر ابن عودة في قيادته ولاتن ابن عودة لم يتوجه إلى المدية عندما حل بها الأمير سنة 1837 ميلادي فأمره بالحضور فحضر رفطة وفد من عيان البليدة ومنهم الحج الضبريني وطابل ابن عودة الأمير في المدية وأمر خليفته في مليانة بإبطاء ابن عودة عنده وعزله من قيادة شرشال لعدم صراحة موقفه ولعله لو لا صدقت ابن عودة والخليفة ابن علال لتانى مصيره وغير ذلك وعلى كل حال فإن ابن علال عين على شرشال طاهدا جديدا من بني مناصر هو أحمد بن بلقاسم ويعززه القاضي عبدالقادر بن ملزي الذي اتسب ثقة الأمير وهتذا دخلت شرشال ونواحيها في إطار المطاومة الوطنية بحضرها وريفها وعندما حاولت لوزيلا يعين عليها سنة 1835 ميلادي بايا جديدا وهو مصطفى بن الحاج عمر رفضه السورتان فلم يستطع أن يضع رجله بينهم وعاد من حيث أتى وسنعرف أنه عندما احتلها الفرنسيون سنة 1840 ميلادي غادرها السورتاني إلى بني مناصر والجبال المجاورة حتى لا يعيش تحت رحمة العدو أما المدية فتت بقيت في حالة فوضى إلى أن دخلت في طاعة الأمير سنة 1834 ميلادي وتعود أسباب الفوضى إلى إنعدام السلطة فيها أو بالأحرى إلى تبدل هذه السلطة في أوقات قصيرة بين قيادات مختلفة رغم تعود إلى حالة الإقليم التاريخية وهي الموطع السياسي الجغرافي القريب من العاصمة فبينما احتفظ إقليم رسنطينة بقيادته إلى سنة 1837 ميلادي وبينما ملاء الأمير عبدالقادر الفراغ السياسي في إقليم الغرب بعد سطوط حكم البي ظل إقليم التطري وعاصمته الامدية في حالة فوضى وقد سابق عن طرن إن ستان الحضر الذين قدرهم البعض بحوالي ستة آلاف كانت لهم صناعهم وحرفهم ومعاشهم من الأرض والتجارة وكانت لهم مساجدهم ومدارسهم وهيئاتهم الدينية ومبانيهم التي تعبر عن ثروتهم وكان فيها بعض البرانية وبعض اليهود ولكنها بعد سطوط حكم البي بومرزاق لم تكن قادر على حماية نفسها إذن قيادتها الدفاعية تادت تكون منعدمة خصوصا وتطمعت فيها قيادات جديدة خارج عنها وضغطت عليها العراش المجاورة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم باعيت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم باعيت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد المجيد